لما نعرف عاليات العلاج لازم نعرف الأسباب المؤدية للمرض نفسه إيه هي أهم الأسباب أو أخطر الأسباب التي تؤدي إلى صباب هذا المركز؟ ده اللي احنا كنا نتكلم فيه يعني فيه أمراض مناعية فيه أمراض في الدم نفسها الناس بقى اللي عندها تصلوا بشرايين يعني القصص بتاعت هذه زي ما حكيت لك على الدواء الأمراض اللي هي بتاعت التهاب المناعي للشرايين التهاب المناعي للشرايين ده أعدي لك مثال بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه حد سنه فوق ستين سنة مش عارف يوم تغلق الأكل جيداً فجأة صحي الصبت فجأة ألم شديد في الرأس مع تلامس أي في الجابهة ده ممكن يفقد الإبصار في خلال ساعات إذا ما أنقذناه يعني ده فكرة الالتهاب المناعي فيه ناس فكرة أن التمبرال أرترايتس أنا بس بقول الإسم علشان لو بيتابعنا أطباء أو أن فيه حاجات ما تحتاجش أن أنا أنتظر لا ده أصدار عادي عابر هيعدي لا ده أنا لو بتلامس مع الجابهة وحد فوق سن الستين أعمله سرعة ترسيب بيتشخص بسرعة الترسيب يعني اللي هو الجزء البدائي لكن هو بتشخص بأشياء أخرى يعني بالعينة و بأشعات و و و فسرعة ترسيب بيلاقيها فوق المية فده لازم تلحقه بأدوية مثبتة للمناعة تنقذ إبصار هذا الرجل أو السيدة بشكل غير عادي هي عايزة دقة الناس فاكرة أنه مرض مناعي يصيب الشرايين يبقى ده مرض طالعين معنا وإنه إحنا صغيرين ده بقولك مش هي يصيب إلا فوق الستين يعني ليه أسباب معينة فيه مرض تاني اسمه شيرج شتراوس ده نسبة إلى اسم الدكتور اللي اكتشف ده بيجي له أزمة صدرية بيجي له حساسية صدر نعم وألم في البطن جزء من الموضوع بس فيه حاجات يعني اللي بيسموه بولي أرترايتس ده ده اللي ممكن يحصل معه ديء شديد بقى مشكلة حقيقية ففيه حاجات حلها علاجي أدوية مطبتة للمناعة أو علاج المسبب الرئيسي فيه حاجات بيدي له أدوية سيولة فيه حاجات بيتيجي نتيجة جلطات الناس اللي عندها رفرفة أزونية في القلب